مرحبا عزيزين متابعي قناة برلين بعين عربية وردني سؤال كيف رح عمل تسجيل خروج او احذف احسابي الاسكايب قبل ما ابدي الشرح لا تنسوا ان تدعموا قناة برلين بعين عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي طبعا تطبيق اسكايب الكل اللي عرفه هو تطبيق تواصل اجتماعي ايضا اتصال ومكالمات مجانية لكن بعض الاحيان انت تسجل دخول وتحب تسجل خروج فلو بحثت ما رح تلقي هذا الخيار لكن لقيت لكم الخيار خلينا ندخل من داخل تطبيق اسكايب وكيف رح اعمل حذف الحساب او اسجل خروج حتى نعمل تسجيل خروج او حذف الحساب رح ندخل بالبداية على تطبيق اسكايب رح تظهر عندي هذه الواجهة ما للتطبيق ادخل هنا على اعدادات اعدادات الامر ما رح تلقي هنا اي خيار للحذف رح ارجع الى الوراء رح ندخل على الحساب هنا بالعلى عندي هذه الصفحة لو كبست هنا بالعلى رح تظهر عندي ثلاث خيارات هذه الخيارات هنا تريد الهاتف يتذكر الحساب مالتك والمعلومات فلو كبست نعم اي وقت تقدر تدخل من نفس الحساب بدون ما يذكر كلمة السر او اي شي ثاني اما لا فهم رح يذكر لازم ترجع السجل دخول والغاء الامر تقدر تلغي اما كيف رح احذف الحساب فراح ندخل بالاسفل على الاعدادات حذف الحساب معناتها انه الحساب بعد ما رح يكون موجود بالشبكة اما تسجيل خروج فراح يبقى موجود بالشبكة هذا الفرق بينتهم ادخل على الاعدادات اروح على الحساب وملف التعريف من تدخل هنا على الحساب ولم ملف التعريف رح تدخل على اخر خيار الاغلاق الحساب الخاص بك على مايكروسوفت من تدخل عليه رح ياخذك تسجل دخول في البريد الالكتروني اللي انت مسجل به ورح ياخذك الى هذا الخيار هنا كاتب لك انه رح نحذف حسابك بس يبقى 30 يوم بعد ما رح تقدر تستعمل اي فلوس انت مشتريها داخل التطبيق رح تروح عليك وهنا هاي المعلومات تقدرون تغيروها فكاتب لك هنا 60 يوم ايضا هذا تقدر تخلي 30 يوم وينحذف حسابك تبقى الامر الاول والاخير يعود اليك هذا الحبيت اشرح لكم يا لقيت لكم هاي الطريقة مضمونة 100% من داخل تطبيق اسكايب اتمنى بنهاية الفيديو استفاديتو لا تنسون تدعمون قناتي برلين بعيونة عربية باشتراكوا لايكوا وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكوا بكل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلام اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها بالرسائل طبعا لو حبيتوا تكملون راح التالي لكن انا الغي الامر وتحياتي لكم اشتركوا في القناة